أكد رئيس هاية قناة السويس أسامة ربيع بأن حركة الملاحة بالقناة سجلت عبور 82 سفينة من الاتجاهين دون انتظار بإجمالية حمولات صافية قدرها يصل إلى 4.7 مليون طن وقد بلغ عدد السفن العابرة للقناة من اتجاه الشمال 39 سفينة بحمولات صافية قدرها يصل إلى 2.1 مليون طن فيما عبرت 42 سفينة من اتجاه الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة بإجمالية حمولات صافية بلغت 2.6 مليون طن